يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة الموضوع شكله مش منطقي ومش طبيعي بس عشان احنا فعلا نتعلمنا انه مفيش حاجة مستحيلة مش عايزين نقفلها خالص ونقول مستحيلة نقول صعبة بس ما نقولش مستحيلة كلام عمالي يكتر 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 عن موضوع انت قال محمد صلاح لنادي اتحاقات جدة مش منطقي ليه وصعب ليه انه الراجل لسه مجدد عقده مع ليفر بول الراجل في البيك بتاع مستواء الراجل في احسن احواله بس برضو الارقام خالية في المينيو موجود دلوقتي في اهلي جدة سادي ومانيه موجود في النصر من التالت العظيم بتاعهم محمد صلاح هل هيعملها انا دلوقتي مش بكلمك ايه الاحسن ويه الاصح مش بكلمك في دي خالص بس بكلمك عن ليه بيحصل والكلام اللي عمالي تنشر تعال اقول لك الكواليس اللي اتقالت واتنشرت خلال الايام الماضية عن مفاوضات اتحاد جدة لضم محمد صلاح تعال اقول لك بالتفصيل مع بداية الساعات الاولى من صباح يوم لاثنين وبعد نحو 24 ساعة من توديع اتحاد جدة للبطولة العربية خرجت العديد من التقارير الصحفية السعودية تشير لرغبة النمور في التعاقد مع النجم المصري الكبير محمد صلاح صحيفة الرياضية السعودية كانت اول من فجر مفاجأة حول رغبة اتحاد جدة في ضم صلاح حيث قالت ان الاتي اللي هو لقب نادي الاتحاد يجهز عرضا بقيمة 190 مليون يورو من اجل ضم النجم المصري من ناديه ليفربول الانجليزي الصحيفة قالت ان عرض الاتحاد تضمن تقديم عرض الى ليفربول بقيمة 60 مليون جن سترلين لشراء المدة المتوقعة في عقد صلاح على ان يوقع النجم المصري الموسمين بقيمة 180 مليون يورو بواقع 90 مليون يورو في الموسم الواحد رقم بعد هذه التقارير الصحفية بعدة ساعات خرج رامي عباس وكيل محمد صلاح او مدير اعماله ليرد على هذه الانباء حيث كتب على حسابه موقع التواصل الاجتماعي تويتر اذا كنا نفكر في مقادرة ليفربول هذا الموسم فكنا لن نجدد التعاقد في الصيف الماضي محمد صلاح لا يزال ملتزما مع ليفربول محمد صلاح شارك مساء اليوم مع ليفربول في المباراة والدهي امام دراشمتات استعدادة للانطلاق الريز في الدولة الانجليزية سجل على فكرة النهاردة وصنع ايضا حيلعب المباراة القادمة امام شيلسي يوم الحد المقبل في الدولة الانجليزية وده يعزز فرص استمراره مع ليفربول وعدم تفكيره في الرحيل بالمناسبة تقارير سعودية كمان النهاردة نشط حاجة مهمة والهلكم بعد دي قائد منتخم مصر جدد تعاقدهم مع ليفربول في بداية الموسم الماضي ووقع على عقد لمدة ثلاث مواسم تنتهي في الصيف عام 2025 واصبح اللاعب الاعلى اجرا في الريز تقارير سعودية قالت كمان النهاردة ان في وفد رافيع المستوى من نادي التحاد جدد سافر فعلا الى انجلترا للتفاوض مع ليفربول ومع محمد صلاح لضم اللاعب خلال الفترة القادمة احنا بنقول تاني وبنحكي في الكصة دي عشان لو قلتلك دلوقتي محمد صلاح هيسيب ليفربول ويروح التحاد جدد هتقول لي ايه لا 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 ازاي عام لا ده هدف الدول الانجليزي واهم اللاعب في ليفربول واسطورة وتاريخ وا وا ولسه مجدد كل الكلام ده يؤيد وجهة نظرك الصحيح بس برضو سيم مساحة انه ممكن يحصل في الامور امور فاحنا بنعرض الوضع كله عامل ازاي من كام من كام شهر لو كنت قلتلك كريسان ونالله هيروح النصر السعودي كنت هتقول لي مستحيل لو من كام يوم قلتلك كريم بنزيمة هيسيب ريال مدريد وفي اعلى مستوى لي ورايح دور السعودي من بواب تحاد جدد هتقول لي مستحيل لو قلتلك منجولو كانت هتقول لي مستحيل لو قلتلك مندي هتقول لي مستحيل لو قلتلك محرز هتقول لي مستحيل بس المستحيل اتحقق خلينا ماشيين ونشوف اللي هيحصل خلال الأيام اللي جاهزين